بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي صالح أحد أعضاء فريق السلامة والصح المنية في شركة سنيورا حبينا اليوم نحكي عن موضوع بسيط المو هو موضوع CBR كيف نعمل CBR بنواجه بحياتنا أو مكان شغلنا أشخاص بفق جلوعي كيف ممكن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص CBR عملية بسيطة تتكون من 6 خطوات بسيطة رح نحكي عنها رمزنا لكل خطوة من هاي الخطوات حرف الأحرف التي تجتمع بكلمة دكتورز ABC DRS ABC طبعا حرف D بيرمز لكلمة دينجر خطر بنبعد الخطر عنها وعن المصاب من المكان اللي حوالينا الحرف اللي بعده R ريسبونس استجابة نفحص استجابة الشخص المصاب وبنحاول نعرف هل هو شخص واعي ولا شخص غير واعي الخطوة اللي بعدها SENT FOR HELP وانطلوب المساعدة حاول تطلوب المساعدة من الأشخاص اللي حواليك اللي من يتصلوا برقم الطوارئ ويرشدوه من المكان اللي انتم موجودين فيه Airway حرف A المجاري التنفسية بدي افتح المجاري التنفسية للمصاب بحركة بسيطة روحكي كعمها كمان شوي Breathing طبعا بدي اعطي نفس للمصاب واخرا COMPRATION CPR اللي معاش القلبي الرياوي راح نبلش Danger فحصنا ما في خطر response بفحص استجابة المصاب بالطريقة هاي بسيطة بنادي عليه إذا بعرف اسمه بنادي اسمه أحمد أحمد صحي أحمد سامعني سامعني يا أحمد مش سامعني أحمد ننتقل للخطوة اللي هوها طلب المساعدة تطلب من أحد الأشخاص يتصل بالطوارئ لو سمحت اتصل برقم الطوارئ وحكي لهم في عندنا حالة إغماء الخطوة اللي مادها Airway باتفقد المجاري التنفسية باتتحها بالطريقة هاي نحط الإيد على دقن المصاب والإيد الأخرى على جبينه ونرفعه بالطريقة هاي لماذا؟ نفتح Airway نفتح قصبات جوائية ونجعلها بشكل مستقيم في خطوة اللي مادها باتفقد المجاري التنفس المصاب كيف أفحص تنفس المصاب؟ طريقة وسيطة تقرر تخذك على فم المصاب بالطريقة هاي انت هاي؟ تشعر بنفس المصاب من خلال الفم تسمع صوت النفس وبتراقب صدر المصاب إذا بيرفع وبينزل بتعرف انه بيتنفس طبعا بتعد عشر ثواني بالطريقة هاي واحد مين ثلاث أربع خمس ست سابق تباني تسر عشرة عدنا للعشرة بمعدل ثاني من كل رقم ورقم ما القيمة التنفس ننتقل للخطوة الأخيرة وهي الانعاش القلبي الرئوي كيف نعمل الانعاش القلبي الرئوي؟ أول شيء لازم تكون قريب من المصاب بجانب المصاب ثاني خطوة يدك اليمنى ويدك اليسرى بالخلف تشبكوا من الشكل هاي وتوضع يدك وين؟ على منتصف صدر المصاب بالمنتصف ليس أسفل الصدر لأنه بالأسفل فيه أضلاع ممكن نكسرها ضعيفة الأضلاع ومش بالأعلى بالمنتصف بالشكل هاد وتكون باستقامتك بالشكل هاد والضغط لازم يكون بقوة أكتافك أو بقوة جسدك ليس هايك لازم بالشكل هاد واحد نعم نعطي المصاب ثلاثين ضغطة ثلاثين ضغطة على الصدر وبعد الثلاثين ضغطة لازم يكون في نفختين بالفام نحن نمشي الدورة الدموية نضغط على القلب وبعده المصاب إكسيجين إلى مصابة لغدية مصابة بالشكل هاد هذا نحن لازم الثلاثين ضغطا بعد الثلاثين ضغط ننتقل لإعطاء نفختين للمصاب عن طريق الفم إذا لم يكن هناك شيء حولك ستضطر توضع فمك على فم المصاب وإذا كانت موجودة الفيس كفر ممكن نوضعها بالشكل هذا على وجه المصاب من الضروري أنك تغلق الأنف لماذا؟ عشان الهواء لا يطلع من الأنف لأنك تنفقه لازم يروح على الرئتين على طول بالشكل هذا طبعاً لازم ترفع الضقل عشان القصبات تكون مستقيمة راقل الصدر هيك تعرف أنه الهواء بروح على رئتين على طول على طول نرجع على الصدر وبنكمل ضغطاتنا 30 ضغطة أخرى بعدين نفسين 30 ضغطة إلى حين أصول رقم الطوارئ